ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن صاروخاً اعتراضياً انفجر في أجواء بلدتين ميس الجبل وبليد قضاء مرجعيون وسمع صداه في كل أرجاء الجنوب اللبنانية وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صاروخاً أرض جو أطلقاً من لبنان نحو طائرة مسيرة إسرائيلية مع دخول الهدنة في غزة يومها الثاني قيم التوتر المشوب بالحضر على جنوب لبنان بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقط صاروخاً أرض جو أطلقاً من لبنان على طائرة إسرائيلية من دون طيار ومع اليوم الأول لهدنة غزة شهدت مناطق حدودية عدة عودة محدودة لعدد من العائلات التي سبق لها أن نزحت قبل أيام بسبب التوترات عند الحدود إلى أن الحركة زادت في اليوم الثاني حتى إن بعض المحال قد فتحت أبوابها وتأتي هذه التحركات على الرغم من دعوة قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدبير الحيطة والحضر من مخلفات القصف الإسرائيلية أصبحت الهدنة في غزة اختباراً لما يمكن أن ترس عليه اتجاهات إسرائيل في لبنان إلى أنه مؤخراً ارتفع منسوب التحذيرات من أن الوضع الجنوبي قد لا يبقى في الإطار المعمول به حتى الآن منذ السابع من أكتوبر وبالرغم من ارتفاع حدة العمليات خلال الأيام الماضية إلى أن ضغوطاً دولية تمنع احتمال التصعيد كما رسمت خطوط حمراء حدة الاشتباكات بحيث لم يتجاوزها بالعمق أي طرف من الطرفين كما أن مستوى العمليات المتبادلة التي حصلت منذ أكثر من شهر أشار إلى أن هناك توازن ما بقي قائماً لكنه بات مهدداً أكثر من الآن فصاعداً